السلام عليكم جماعة الخير معكم عادة من قناة انفنينجيم واليوم رجعنا لكم بلعبة فيجا The Longest Nata جماعة الخير هذه الحلقة جماعة الخير راح تكون اخر حلقة لهذا اللعبة بعد 19 حلقة من هذا اللعبة جماعة الخير اليوم راح نختم هذا اللعبة في هذا الحلقة فخلونا منطوب الكلام ومشاهدة ممتعة لجميع طيب جماعة الخير في الفيديو صبق وصلنا في هذا المكان فاليوم راح نكمل مكان اللي وصلنا فيه فخلونا نتحرك نزين وشي رسالة مكتوبة انه ويش اللي طويل والنهاية قربت يا جماعة اوكي هذا اللي فهمت من رسالة فخلونا نتحرك تتذكر لما قتلك من ندور على الدكتور هو دكتور اه هو هذا الدكتور يا جماعة اللي كنا ندور عليه هو ذا اللي نشر المرض فلازموش نتخلص عليه اليوم فلازم اتخلص عليك مزين هذا شكلها قوة جماعة قوة السم بالضبط سقوة السم هذا فلازم نكون حذرين ها سممني لاحظتوا لا 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 هدي 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 اوكي هذا قاس يسممني جماعة لو لاحظتوا قاس يسممني اه ضربني لا 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 هدي 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 اللي صحاندหا ااو إعقمرتين اوكي ليه اخوانا بموت مشكلتي ليها الضربة من بعيد ثم لانه و أغلب حركاته كلها من بعيد يا جماعة فلازم إيش نكون قريب منا قدر الإمكان يعني وللحظت كل ضرباته من بعيد كان شوي بيقتلني والله مشكلته أخي ما يعطيك فرصة وعندي السكين لما تقترب مني يضربك بسكين لحظت هذا الشيء يضربك بسكين تقرير 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 التقرير هكذا ينبق يقطع ينبق تقرير تقرير ينبق توقيع اشتركوا في القناة 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 هل هو هذا الزعيم الاخير ولا كيف لكن احس انه بأعلى جماعة ينتظرنا شيء احس انه ينتظرنا شيء فيه هنا شيء يا أخي ويش هذا في شيء معنا اه اذا هيلنج بوشن انا ما علي خبر ولا انا حاطي لي هيلنج بوشن ما مشكلة هل نزع تحت ولا كيف لا لا زين زين في سيف انا ما شفت السيف خلونا نسيف قبل ما نتحرك يا جماعة شكل الطريق ايه من هنا شكل هنا الطريق زين وبعدين هل ندخل هنا ما عارف ما امتكد يا جماعة اذا كان هذا هو زعيم الاخير ولا لا هذا ويش كيف انا ما عندك ذاكرة دايزي دايزي بريكس دايزي هذي دايزي هذي شكلها روح دايزي ولا مسما ذاك ذاكرتها ولا ايش هذا ما فهمت منزل خلونا نكسر هذا الثاني ما صار شي يمكن لازم نكسر هذا قبل ولا كيف ما صار هذا اقبش لازم نسوي ويصار منزل شكله هو هذا الزعيم الاخير اخوان هذا هو الزعيم الاخير اللي واجهنا قبل ما كان هو الزعيم الاخير لتوقع هذا هو الزعيم الاخير الحد الحين قاتلنا اثنين والحين بنقاتل الثالث يا جماعة انا احس نفسي ما مستعد التركيز بلا يخفي يا جماعة ولكن بحاول بحاول اقتل هذا الزعيم اريد انهي هذا اللعبة اليوم يا جماعة لازم اختم هذا اللعبة اليوم فيس ويصار 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 ويش هذا يا جماعة ممتاز جدا هذي كيف نضربه هذي يقول كذا تضربني عارب كيف يدبني اوكي هذي يبالي سهم يا جماعة يبالي سهم بس يبالي سهم يا جماعة تعال ويصار هذا يا جماعة ينزل نيزك هذا لاحظة 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 ربهم يا جماعة أنا ميت والله زينة ما ما وصل لي هذا الليزر انا من بعيد يا جلبة والله ما خلي تعال يبالك كذا بس يبالك اسفم متطايرة يا جماعة قال قال أسم النيزك اين 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 انا ما اشوف اين المترجم للقناة انا بموت والله العظيم ما باقي لشيكا حلو هذا يقول انت معك شو بعدك ما اشف ديلي مو يسوي يقول لك ما اشف ديلي وشي ثوء كامون ايو اضرب 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 خلينا اهيل خلينا اهيل لا 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 اشرد 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 يفضل ان نشرد يا جماعة كذا هنا 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 هذا احسن منطقة اضرب اضرب ريح ريح اضرب ثانية خلينا نزل تحت يا جماعة هذا قاسي عقبيض قاسي يولد هذا لا 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 يا لا يا مسمك هدي 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 ما بقى لشي جماعة ما بقى لشي هذا بيموت قاسي يكون ما عنده فيس الثالث قتلناه قتلناه ولا كيف قتلناه ولا كيف هل بعني ما امتكد لك تقعمت ويصار هذا نايم هذا هذا نايم اجماعة قاسي ليست هناك شكله هو زعيم الأخير أيو خلاص هذا معنات أن أيو خلص خلصنا يا جماعة خلصنا ختمنا اللعبة بالضبط ختمنا اللعبة وأخيرا يا أخوان أخيرا بعد عشرين حلقة من هذا اللعبة وختمنا اللعبة بصراحة اللعبة يعني إذا تكلمنا عن القصة أنا أقيمها تقريبا يعني خمسة من عشرة أنزين أما الجيم بلاي أو القتال أعطيه 6 إلى 7 من عشرة بصراحة القصة كانت ما مفهومة يا جماعة يعني شوية معقدة مش كانت مفهومة يعني فيه تعقيد في القصة أما الجيم بلاي بصراحة والقتال ممتاز كان ممتع فأعطيه 6 إلى 7 من عشرة يا جماعة 6 إلى 7 من عشرة فيكتبوا في تعليقات يشارك في هذا اللعبة هل رح تعطوه فرصة هذا اللعبة أو لا يا جماعة لكن الصراحة أنا استمتعت في هذا اللعبة يا جماعة استمتعت في هذا اللعبة ويس كان معكم عادل من قناة انفنيك جيمين منتقائنا إن شاء الله في الفيديو القادم السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر